أهلاً وسهلاً بكم في قناة تعلم مع آدم وإنهداء أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة في إطار الاستعداد لفروض الدورة الثانية وبالضبط الفرد الأول للدورة الثانية أو ما يسمى بفروض المرحلة الثالثة نخدم نموذج آخر لمادة اللغة العربية بالنسبة للمستوى الرابع مراقبة مستمرة رقم واحد الدورة الثانية مادة اللغة العربية بالنسبة للمستوى الرابع النموذج على شكل أبدا أف أتلقوا في صندوق الوصف وأتلقوا نماذج أخرى في جميع المستويات وجميع المواد يكفي أنكم تدخلوا بلايليست بالنسبة لكل مستوى وأتلقوا نماذج كثيرة لفروض جميع المستويات وجميع المواد إذن نخدم كما قلنا مراقبة مستمرة واحد دورة الثانية مادة اللغة العربية المستوى الرابع والنموذج على شكل أبدا أبدا في صندوق الوصف فنشكركم جميعا على التعليقات الزوينة ديالكم وبهالتعليقات احنا مستمرين واحتشوفوا إن شاء الله الجديدة إذن عنده مكول قراءة أقرأوا النص جيدا إذن دائما أردوا البال ما يكون عندكم نص قرأوا مزيان بعدها أجوبوا الأسئلة لأن الأسئلة كامية في النص إذن أقرأوا النص جيدا نبدأ بقراءة النص جمع الفلاح أبناءه الأربعة وقال لهم سرقت لكم في هذه الأرض كنزا كبيرا فبحثوا عنه خرج الأبناء من عند أبيهم فحمل كل واحد منهم فأسا وبدأ ينكش الأرض ليبحث عن الكنز ولكنهم لم يجدوا شيئا رجعوا إلى أبيهم وقالوا لم نجد كنزا في الأرض يا أبنا ابتسم الأب وقال الأرض هي الكنز حافظ عليها أجداد من ألاف سنين فحافظوا عليها مثلهم إذن هنا بالنسبة للنص فهو كدرنا على الأرض أنها كنز سامين خاصة نحفظه عليها وبالنسبة للأب بيوري الأبناء دياله الدرس أنهم مشوفوا بحثوا على الكنز وما مشوفوا كيقلبوا كنز بالصعب ومن جاو قلبهم أن الكنز الحقيقي هو الأرض إذن ننتقل إلى السؤال الثاني أقتلها منوانا مناسبا للنص إذن عنوان دائما يكون بسيط وفكرة عامة النص إذن الأرض أو الأرض كنز الأرض كنز أو الأرض بكل بساطة لا الأرض كنز إذن نكتب الأرض كنز نعم ننتقل إلى السؤال الثالث وحدد نوع العلاقة ترادف تساوي أو ضد بين كل كلمتين إذن عندنا جوش كلمات أنحدو وش مرادف دياله ومضد دياله إذن عندنا حافظة ضيعة إذن حافظة عقس ضيعة إذن هنا الرمز لعيكون تساوي إذن حافظة ضد ضيعة إذن الربز لعيكون هو تساوي نعم إذن عند شو بالنسبة ينكش ينكش هنا معناها يقلب إذن هنا هافظة ضيعة إذن هنا بالنسبة هنا يكون ينكش هنا يقلب أو يقلب إذن هذه تساوي إذن حافظة ضيعة هنا يعكس الكلمة إذن هنا shake unit عندنا ضد يكون عندنا الضت يعني يكون عندنا الدياز اذا بالنسبة للكلمة عندنا الدياز يعني حافظ عكس ضيعة وينكش تساوي لأنه مرادف يقلب اذا حافظ العكس دياله ضيعة انعملوا رمز الدياز وبالنسبة ينكش المرادف دياله يقلبوا انعملوا رمز تساوي انتقلوا السؤال الرابع اذا املأ خريطة الكلمة إذن تنقل خريطة الكلمة كنحد نعو الكلمة المرادف ديالة معنى ديالة ضد ديالة وكركب هذه الكلمة في جملة إذن نعو الكلمة جمعة جمعة نوعها فعل إذن نكتب هنا فعل جمعة إذن عندنا جمعة فعل إذن عربية إذن هنا عندنا فعل بالنسبة مرادف جمعة مرادف جمعة إذن هي نعمل مثلا تجمع ألف إذن جمعة ممكن نخذ مرادف ألف إذن ألف إذن مرادف جمع ألف عكس جمع شتت أو فرق أو بعطر إذن نعمل فرق إذن فرق إذن عكس جمع فرق إذن نركب جمع في كلمة إذن جمع المدير عماله إذن جمع المدير عماله إذن جمع المدير العمال من أجل مناقشة موضوع مهم من أجل مناقشة موضوع مهم من أجل مناقشة لذانية أو موضوع مهم موضوع مهم نعم إذن ممكن كتبه بكل بساطة جمع المدير العماله إذن أصححها إذن سلنا السؤال الرابع ننتقل إلى السؤال الخانس أجيب عما يليه ماذا عمل الأبناء بعد أن خرجوا من عند أبيهم إذن أرجعنا النص فحمل كل واحد منهم فأسأو بدأ ينكشوا على الأرض ليبحث عن الكنزة إذن بدأوا يبحثوا أو بدأوا ينكشون الأرض ليبحثوا عن الكنزة إذن بدأوا ينكشوا الأرض إذن بدأ كل واحد منهم بدأ كل واحد منهم ينكشوا الأرض منهم ينكشوا الأرض بحثا عن الكنزة إذن بدأ كل واحد منهم بدأ كل واحد منهم ينكشوا الأرض بحثا بحثا عن ماذا؟ بحثا عن الكنزة نعم إذن نتقلوا ما واجبون تجاه الأرض يجب علينا أن نحافظ عليها يجب علينا أن نحافظ عليها نعم إذن جوبنا على السؤال السيلة للفهم المقرؤ ننتقل إلى مكون الصرف والتحويل إذن استخرج من النص مثال اللي يكونوا النوع إسم تصل به ضمير وفعل تصل به ضمير إذن من نسبة الإسم تصل به ضمير أبناءه أبيهم فأسه أبيهم كذلك أبانا أجدادنا إذن مثلهم إذن كي نتزاق الكلمات إذن عملوا أبناءه إذن إسم تصل به ضمير أبناءه إذن إسم تصل به ضمير أبناءه إذن أبناءه إذن هنا فعل تصل به ضمير إذن هنا قلنا إسم تصل به ضمير مثلا تركتوا لكم تركتوا تركتوا بحثوا إذن هنا بالنسبة يجهدوا رجعوا إذن مجموعة ديال أفعال متصلة بها ضمير إذن هنا نكتبه تركتوا ضمير متصل إذن تا ضمير متصل في محلي رفع إذن فرصة رفع فاعل تقديره أنا إذن ترى تركتوا نعم إذن سلينا السؤال الأول ننتقل إلى السؤال الثاني إملأ الفرع بالضمير مناسب إذن هنا ممكن تقول قال لهم أبوهم إذن ممكن تكتبه هنا إذن قال لهم قال لهم إذن قال لهم ماذا؟ أبوهم أبوهم قال لهم أبوهم ماذا؟ حافدوا حافدوا إذن نعزل هنا واو جماعة حافدوا على أرض حافدوا على أرض أجدادكم على أرض أجدادكم على أرض أجدادكم نعم أحسنتم ننتقل إلى السؤال الثالث السؤال الثالث أصنف الأسماء التالية في جدوه إذن عندنا اسم إشارة للقريب اسم إشارة للبعيد اسم موصول خاص واسم موصول مشترك إذن اسم إشارة القريب يعني تدل على القريب حال هذا هادي إذن نشفته إذن هنا يمكن أسم إشارة للتدل على البعيد بحال هناك إذن بحال كذلك إذن بالنسبة أولئك إذن نكتبه هنا بالنسبة اسم إشارة للقريب لكينين هناك هؤلاء إذن نكتبها كين هؤلاء هؤلاء إذن كذلك إسم إشارة للقريب هؤلاء كين هذا إذن كذلك إسم إشارة للقريب هذا كين هذا اسم إشارة بالنسبة للمفرد المذكر هذا وهؤلاء بالنسبة لجمع المذكر والمؤمنذ اسم إشارة البعيد إذن كين أولئك اللي كدل على الجمع أولائك إذن أولائك وكذلك بالنسبة إشارة بعيد جداً اللي كنتستعملوه هنالك هنالك يعني بعيد أكثر من البعد إذن هنا هنالك إذن بالنسبة لإسم موصول الخاص وإسم موصول مشترك إذن ما شفتوا إسم موصول خاص يعني خاص من مفرد مذكار خاص من مفرد مؤنث بحال اللي شفتوا اللذي اللتي اللذين اللذي بالنسبة لإسم مفرد مذكار اللتي اسم مفرد مؤنث اللذين بالنسبة لجمع المذكار إذن هذه أسماء موصولة خاصة ما بالجمع المذكار إلى آخره حاليا عندنا هنا جوج عندنا من من وكين كذلك ما إذن من أما؟ إذن من أما؟ إذن من أما؟ نعم إذن سألنا السؤال الثالث ما السؤال الرابع؟ نحو الجملة حسب المطلوب إذن عندنا الفلاح الدكي والذي يحافظ على أرضه إذن جورج الدكيان إذن متنى مذكر إذن أقوله الفلاحاني إذن الفلاحاني إذن الفلاحاني إذن مسنى يرفع بالألف إذن الفلاحاني الدكياني هما اللداني إذن منصول بالنسبة المتنى المذكر ماذا؟ اللداني نعجينا نكسف اللداني اللداني يحافظاني على أرضهما نعم الفلاحة متنى مفرد الفلاحة الذكية إذن الفلاحة الذكية إذن الدكية إذن الفلاحة الذكية هي التي تحافظ إذن هنا شمعنا التي إذن هي التي تحافظ معلى ماذا؟ على أرضها تحافظ على أرضها إذن الفلاحة الدكية هي التي تحافظ على أرضها إذن نقلق الفلاحونا إذن الفلاحون إذن الأذكياء هم إذن اسم رسول بالنسبة الجمعة المذكر هم الذين إذن هم الذين إذن يحافدون ماذا؟ يحافدون على أرضهم إذن هم الذين يحافدون على أرضهم إذن بهذا التمرير يكونوا سهلين تصحيح لها النموذج انتظرنا لكم في تقوم شكرا وإلى اللقاء